وده الكلام خلي بال حضراتكم احيانا تلاقوا الاعلام اللي بيحبناش ياخد كلام شخص معين او بعض الناس يعني لم يبقى فيه حاجة سلبية عن مصر طب النهاردة عندك شهادة من هشام طلعت مصطفى واضحة وعلى الهواء قالها في المؤتمر الصحف اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي عن القطاع الخاص وازاي بيحصل على دعم ومتابعة من الحكومة وانه ازاي يعني مش مدايق قطاع الخاص اللي بتكلم هشام طلعت بالمثبه ما بيقولش كلام ده انه بيجامل ده رجل يعني هو في الشغلانة زي ما قال كده 45 سنة فالك انا ما شفتش رئيس الوزراء بيتابع هذه المتابعة هو عصر كل رأساء الحكومات على مدار الـ 40 سنة اللي فاتوا كله شغله شغلته اما بيتكلم النهاردة على الحكومة وعلى الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يبقى الامر هنا في تغيير كبير في تحرك كبير في إنجاز المهام يعني زي ما بيقول كده تزيل اي صعوبات تواجه رجال اعمال او تواجه القطاع الخاص يعني القطاع الخاص مي حدش مدايقه مش انا اللي بقول اللي قال هشام طلعت مصطفى هو اللي بيقول هو اللي قال كده قال الحكومة حريصة على إن القطاع الخاص يكون قطاع خاص ناجح بيساعدونا بينجحونا بيساهلو لنا حاجتنا لو فيه أي مشكلة قالك رئيس الوزراء بيكلمني والحكومة بتكلمني وناس بيكلموا بيكلموا غيره عشان يساهلو يعني يعني عندك تاني انت بتعمل النهاردة تسهيلات كبيرة جدا والنهاردة يا جماعة لما بتساعد رجال الاعمال ما هو انت لما تساعد رجال الاعمال المصريين اللي بره بيبص على اللي جوه طب انت بتساعدهم ولا لا عندك هو شوهم طلعت مصطفى بيتكلم قالك بيساعدونا اه واقفين معانا اه بيساهلونا الحاجات لو فيه أي مشكلة اه فيه تسهيلة أي مشكل قدامنا اه ادي شهادة ترد على أي حد بيقولك بيديقونا ومش عايزين قطاع الخاص لا والله عايزين القطاع الخاص عايزينه والله والحافظ عليه واول واحد حريصها القطاع الخاص سيد الرئيس دعم كامل لقطاع الخاص ما هو ده اللي شايل يا جماعة هو مين اللي شايل الحكومة عندها كام واحد بيشتغله كام واحد في الحكومة الجهاز الإداري كله كله خمسة مليون ستة مليون طب القطاع الخاص فيه كام اتنين وعشرين إلى خمسة وعشرين مليون ولا أكتر من كده يبقى ايه الشيلة يبقى أنت بتحافظ عليه بتكلم على مجتمع رجال أعمال بيشتغلوا في مجال الصناعة لو أنا بتكلم عن نائب محمل أو لاني مثلا طب بتكلم على مجال الفندقة بتكلم على عشان طلعت مصافة وغيره من كتير من رجال الأعمال وكتير من مستثمرين في هذه المجالات فكلهم ناس نتم يعني يتم مساعدتهم زي ما قال كده عشان طلعت إنه الحكومة بتساعدنا الحكومة مش من مصحتها إنها تبقى يعني لأنه قالك إيه مرة بعض ناس كده يعني قالك بيزحمونه طب ما بيزحمكش لا والله مش هيزحمك ده بيسهلك